اشتركوا في القناة في أعداد الإعمار وعدد من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع سيد حسن أهلاً وسلم مرحبا بك أهلاً وسلم سيد حسن أول سؤال وأولاً شكراً لتلبية الدعواء دي الأنفاس برس يعني إلى أي حد ممكن تحدثنا على المساهمة ديلكم كمهندسين معماريين ضمن هذه الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال شكراً الهيئة الوطنية المهندسية المعمارية هي هيئة مهنية منظمة بقانون لها مجلس وطني ولها 12 مجلس جهوي لتنظيم المهنة في مختلف المناطق المغرب وهذه الهيئة ومكوناتها يتصار على تنظيم المهنة وهي بذلك أداة ووسيلة للعمل في تنظيم قطاع الهندسة المعمارية والبناء والتعمير وهي قطاع وهي كذلك هيئة تعمل إلى جانب جميع مكونات الحكومة في هذا الميدان من هذا المنظور فإن الهيئة تكون دائماً بجانب المصالح المختصة في قطاع التعمير والبناء والهندسة المعمارية وخاصة في هذه المناسبات الإمامية مثل زلزال الحوز فالتاريخ يذكرنا بأن هذه الهيئة تجندت كباقي الفعاليات الإدارية والمهنية في زلزال الحسيم الذي ضربنا المنطقة سنة 2004 وكانت من أوائل الهيئات المهنيين الذين كانوا على أرض الواقع للمساهمة فيه إحصاء وإعادة الإعمار للمنطقة فنفس الشيء يقع في هذه المناسبة الأليمة بمناسبة هذا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والذي كان له تأثير كبير على مختلف جهات المملكة وخاصة المناطق المحيطة والمناطق المعنية خاصة بهذا الزلزال والتي تضرت كثيرا هي تقريبا ستة أقاليم لهذا فإن الهيئة الوطنية مباشرة بعد الزلزال في اليوم الموالي اجتمعت الهيئة بجميع مكوناتها يعني مجلس الوطني ومجلس الجهوية لتدارس هذا الحدث ووضع برنامج للتدخل العاجل في موكبة مع التدخل باقي المسؤولين والهيئات والإدارة الألمانية للمساهمة في احتواء هذا الزلزال من ناحيتنا فإن العمل الأساسي الآن الذي نقوم به حاليا هو المساهمة في إحصاء المناطق المتضررة لهذا فإن الهيئة جندت عدد كبير من المهندسين المعمارين الذين جاءوا من مختلف مناطق المناطق بدون استثناء وصلنا حاليا إلى يومنا هذا إلى حوالي 190 مهندس المعماري يتواجدون في مختلف المناطق المتضررة لمواكبة اللجان المختصة حاليا بالإحصاء موزة مع ذلك فإن الهيئة وإن جميع المكوناتها تكونت اللجنة التي هي جنة وطنية إضافة إلى لجن جهوية مكلفة تتبع اليومي للعمليات التي نقوم بها على صعيد مدينة ولاية مراكش الحوز وعلى صعيد ولاية أقادير وعلى صعيد ولاية الضربدة أزلال إذن فهذا اللجان الجهوية هي تقوم بعمل يومي مواكبة لجميع الإجراءات التي تقوم بها اللجان المعنية بالإحصاء وفي نفس الوقت فإن الهيئة هي كذلك تعيد وترتب الإجراءات للمراحل الآتية التي ستهم مشروع إعادة إسكان وبناء المناطق المتضررة هذا وسعلي يعني الآن وإحنا مليجينا عندك سحصل قناكم في اشتغال دائم تقربنا هذا وحد الأسابيع يعني من يوم 8 شوتنبير يعني شنو هي المساهمة أيضا يعني الميدانية اللي كتقوموا بها واش كتزوروا هذه المناطق هذه وكتطالعوا على طابعة الأترباء يعني طابعة الجيولوجيا خصوصا على المنطقة يعني زلزالي أما هذا عندهم متخصصين آخرين اللي كيساعدكم في العملية لإعادة الإعمار كما تعلمون فإن المكونات التقنية التي ستعمل على إعادة البناء ليس فقط المهندسين المعماريين وإنما هناك مهندسون مختصون في معياد أخرى منهم خاصة المستحين الطب وغرفيين ومختبرات العلمية ومكاتب الدراسات هذه المجموعة من المكونات تقوم بعمل جماعي لإعطاء التصورات وإعطاء المشاريع كما يجب أن ينجز على الوعية ولكن المهندس المعماري له دور أساسي في التصور العام الذي يجب أن يكون عليه البناء هذا أؤكد أنه إضافة إلى تدخل الهيئة هو يكون في إطار تفكير جماعي لجميع المتدخلين فنحن من جهتنا نقوم بتصور المشروع من الناحية المعمارية وآل العمرانية ونتمشى مع التوجهات السامية لصاحب جلال الملك محمد السادس ناصر الله والذي يحط على الحفاظ على الهوية التراثية للبناء في هذه المناطق لهذا فإن الهيئة الوطنية يعني الآن تنكب على وضع تصورات من خلال التجارب السابقة من خلال المهندسين الذين لهم تجارب في الميدان ومن خلال جميع الدراسات التي تم إنجازها سواء من طرف المهندسين المعمارين أو من طرف الوزارات المعنية كل حسب اختصاصه نقوم الآن بتجميع هذه المعطيات كاملة وضع تصور شامل من أجل مساعدة المهندسين المعمارين الذين سيتدخلون في المراحل المقبلة التي تهم وعادة البناء لكي يلتزموا بهذه التوجهات الملكية السامية من أجل يعني إعادة الإعمار طبقا لهذا التصور الذي يحافظ على الهوية المعمارية للمناطق مع ضمان الأمن والسلام للبناءات الحديثة إضافة إلى بناء وتجهيز المناطق بالتجهيزات الأساسية لتطوير هذه المناطق ويجعلها صالحة ويجعل السكن يحافظ على كرامة المواطنين سؤال آخر الذي تطرح هو أننا نحن أمام زلزال مدمر هذا الذي يترى بمركز حضرية ومركز قروية تجربة صابقة الحسيمة يعني تأخرت ربما في إيجاد حلول جذرية لهذا الأمر هذا إلى أي حد أنه تجربة صابقة الحسيمة ممكن تستفيد منه في إعادة الإعمار دي المنطقة الحوز ككل صحيح أن زلزال الحسيمة فاجأ الجميع لأنه كانت مدة طويلة لم يشهد المغرب زلزال مثله منذ زلزال سنة 1906 الذي ضرب مدينة أقالير إذن في هذا زلزال الحسيمة أعطى في حقيقة تجربة خرجت الدولة بتجربة جميع المكونات وخص بالذكر الهيئة الوطنية المهندسين المعمرين التي تواكب الحكومة في جميع الإجراءات اللازمة خرجنا جميعا بتجربة يعني أعطتنا تصورا لكيفية مواجهة أطار هذا الززال والحمد لله فإن المغرب أخذت تجربة بجميع الميادين وفي ميداننا نحن كمهندسين المعمرين كذلك استفدنا من تجربة الحسيمة الشيء الذي جعلنا الآن ننظم أنفسنا بطريقة جد منظمة يعني فيها تدخل مباشر بدون تأخير فيها إجراءات وأفكار إلى آخره ملائمة ومناسبة وتتماشى مع التوجه الرسمي للدولة لمواجهة أطار هذا الززال لكن ما كنت شبعنا ربما الإكراء أو التحدي الكبير المطروح هو يعني الزمن إلى أي حد ممكن أنه في نفس الوقت أنه نصريت ما نزربوش في هذا البناء هذا وفي نفس الوقت نحمي الحقوق دي المواطنين في إيجاد سكن على الأقل مؤقت ربما الخيام ما قديش غرض مع هذا البرد ومع هذا الشتالي جاية أحنا نتدخل في المرحل الآتية التي هي المتعلقة بإعادة الإعمار وإعادة البناء والتأهيل والإعمار أكيد أنه سيطلب وقت زمني لا بد أنه سيأخذ بعض الوقت لهذا فإن أعتقد أن وأظن أنكم ترون في عين المكان أن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة لإسكان المواطنين في ظروف جيدة ريتما يتم إعادة البناء على الصورة التي نتمنىها جميعا لهذا المواطنين